الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي وبالدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراب المستقيم سنعطى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهلد الحصام وإذا تولى سعاب العدل ست فيها ويفلك الحرس والناس والله لا يحب الفساد وإذا أقين له التغلق أخذته العزة بالإسم فعسبه جهنم ولا بيس المخاد ومن الناس من يشر نفسه ابتقاء مرضات الله والله رحوكم في العباد يا أيها الذين آمنوا قلوب السلم كافة ولا تتبعوا قطوة الشيطان إنهونكم عجوم مبين فإن سللتم من بعد ما جاتكم البينات معلموا أن الله عزيز عقيم هل ينظرون إلا أن يأتيكم الله بظلل من الغماب والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسراء لك فآتناكم من آية بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد عقاب زيين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقكم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب قال الناس أمة واحدة تنقبع صناق النبيين مواشرين وموزرين وأرسل معكم الكتاب ولقد ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يقدي من يشاء من صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مسلوا الذين خلوا من قبلكم مستكم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معكم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما سينفقون قل ما أنفقهم من خير فللوالدين والأقربين والنتامى والمساكن وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشكر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ويخراج أكله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعهم ومن يرتد منكم عن ديني فيمدوك بالمولايك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصباب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفوض رحيم يسألونك عن الخبر والميسر قل فيه ما اسمه كبير ومنافع للناس واسمه ما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتبكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لكم خير وإن تقالدهم فيخوانكم الله يعلم المخصد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمن ولا مات مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكعوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياتي للناس لعلكم تتكرون ويسألونك عن المخيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوا قد حتى يطرون فإذا تضفرنا فأدوغن من حيث وركم الله إن الله يحب الدوابين ويحب المتضغرين نساءكم حرس لكم فاتوا حرسكم الناشيد وقدموا لأنفسكم ودقوا الله وعلموا أنكم ملقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم امتبروا وتدقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم للذين يؤلون من النساء امتربوا ساربعة يشهر فإن فاوه فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربسن بأنفسه إن سلاسة قلوب ولا يقلون أن يكتون ما خلق الله في أرقامه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعونة كن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا ولكن مثل النزي عليهن بالمعروفة وللرتال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه وكن شيئا إلا أن يقافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا تناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد عدد منك عسوزا غيرا فإن طلقها فلا تناح عليكما أن يتراجعا إن مصنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقه النساء فبلغن أجلهن فأقصبهن بمعروفين وسرقهن بمعروفين ولا تنسبهن ضرارا لتعتدوه ومن يتعد ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله يسوفا وذكروا نعمة الله يعريكم وما أحزن عليكم من الكتاب والخكمة يعزكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقه النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحنا سعدهن إذا طراضوا بينكم بالمعروف ذلك يوعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك مزدانكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعون أولادهن حولينك بليل لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له لسكن وكسبتهن بالمعروف لا تبلغ نفسهن الله سعى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارس مثل ذلك فإن أراد بصالا عن طراض منهما وتشاور فلاجنها عليهم وإن أردت من تستردعوا أولادكم فلاجنها عليكم بذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفر منكم ويدلون أسوالين يتربصن من أمسين أربعة عشر وعشر فإذا بلغنا تلغن فلاجنها عليكم فيما فعلن في أمسين بالمعروف والله بما تعملون خبير ولاجنها عليكم فيما عرضن به من حضوبة النساء أو أغننتم في أنفسكم علموا الله أنكم تتذكرون ولكن لا تواعدكم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبنغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحزروا واعلموا أن الله غفوظ حليم لا جناح عليكم يمطلقتم النساء ما لم توسوهن أو تفردوا لهن فريضا ومدعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن بقولا أنتم أسوهن وقد فردوا لهن فريضا فانقد اسموا عقراتم إلا أن يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا عقرب للتقوى ولا تنسوا المضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المستع وقوموا لله قانتين فإن قفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدلون أسودين وأزوجا وسيئة لأسودهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عليم بالمتقين وللرجال نصيب بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم ما يأذين لعلكم تعقلون ألم ترين الذين أخرجوا من ديارهم وهم ملوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيذوع قوله أدعوه كسيرا والله يقبض ويبسد وإليه ترجعون ألم ترين المري من بني إسرائيل من بني موسى إذ قالوا لنبي لهم بعسلنا ملكا نقاتل بسبيل الله قال هل عسيتم يكتب عليكم القتال وقالوا وما لنا ألا نقاتل بسبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما أكتب عليكم القتال تعلوا إلا قليلا منكم والله بعليم بالظالمين وقال لهم نبي من الله قد بعسلكم طالد ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يتسعد من المال قال إن الله استفاد عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء هو الله واسع عليم وقال لكم نبيهم إن آية ملكي أن ياتيكم تأث فيه سكينة من ربكم ووقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل كل ملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلتوا نوت بالجنود قال إن الله موتريكم من هر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمك فإنه مني إلا منه ضرب هرفة بيده فشربوا منه إلا قديرا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا قابلنا اليوم بجالوة وزنودي قال الذين يظنوا لأنهم ملاق الله كم من فئتهم قادر الذين غرفت فئتهم كسرة بإذن الله والله ما الصابرين ولما برزوا لجالوة وزنودي قالوا ربنا أفرع علينا صبرا وسبق قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزبوهم بإذن الله وقدل داوه جالوة وآده الله الملك والحكمة اللمستت للأرض ولكن الله رزو فضلنا على العالمين تلك آيات الله ندلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فانطلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن عريم البينات وأيدناه بلوح القدس ولو شاء الله مقتد للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن يختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كبر ولو شاء الله مقتدلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا أبو والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العزيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكبر بالطاغد ويؤمن بالله ما قد استمسد بالعروة المسقى لأنفصام لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين قادوا أولياءهم الطاغد يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أسحب النار هم فيها خالدون ألم ترين الذي حاج إبراهيم في ربك أن آته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي حي ويميت قال أنه حي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهد الذي كبر والله لا يدنقو من الصالمين أو كالذي مر على قرد ويخاويت على عدوشها قال أنه يحيها دي الله بعد موتها فعماته الله ميتعامهم ثم بعثه قال كم لبست قال لبسته يوما أو بعض يوم قال بل لبستم ييتعامهم فانصر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانصر إلى حمارك ولنجعنك آية للناس وانصر إلى العصاب كيف نمشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليضمئن قلبه قال فقل أربع دمتا وليسرهن إليك ثم جعل على كل أربع دمتا ثم دعوهن يأدينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مسل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسل ربة أمبتت سبع سنابل في كل سنبل دمية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنققوا منهم ولا أزلهم أجركم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معدوكم ومغفرة غير من صدقين يتبعها أزا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تغطلوا صدقاتكم بالمن والأزاق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمسله كمسل صفوان عليه تراب فصابه وابل فتركوا صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يتلقوا من الكافرين ومسألوا الذين ينفقون أموالهم وطيقاء مرضات الله وتسبيتا من أنقسم كوثل جنة بربوة نصبع وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقلوا الله بما تعملون فصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تشريب تحدي الأنهار له فيها من كل سمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فحترقد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتبكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذك إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله ظني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالبحشة والله يعيدكم مغفرة من وبضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي غيرا كثيرا وما ينذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نزر فإن الله يعلم وما للصالفين من أنصار إن تبدوا صدقات فنعماه ويتبؤوا يتخبوا وتوتغى البقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين محسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في النارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفكم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا معلانية والنهار سرًا معلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقيم كذلك يبين الله لكم ما ياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يقي ويميت قال أنا أمي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أذيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم مجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو مسرة فندرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفع كل نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب إن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه النوضعي فنه لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مقصة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تذيرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لله اسعى لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفعدنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فالإفلا كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب وأخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمتنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة ندنك أنت الوهاب ربنا إنك دامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كبروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم ندفهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار سين للناس حب الشهوات من النساء والبدين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمبقين والمستغفرين بالنسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكبر بآيات الله فإن الله سرع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشر بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتظلى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسلت نار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتبوا منهم تقى ويحذركم الله نفسهم وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وتود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع عليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأمثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذذيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أولئك دعا زكريا قال رب هبني من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب دعا لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واللبك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب الوحي إليك وما كنت لديهم بذ ينقونا قلاما من يهم يكفل مريم وما كنت لديهم بذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم من اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة وبين المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كآيات الطين فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأمي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ونصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحز عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يابدنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يوم طهرك من الذين كفروا وجاعدوا الذين اتبعوا كفروا فالذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مربعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم في الناصرين وأن الذين آمنوا عملوا صالحات في وفي مجوره والله لا يحب الظالمين ذلك نزلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله نهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من لا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصغاليا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرقين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لون يقلونكم وما يقلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلمسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما يتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءه والله واسع علم يختص برحمته من يشاء والله من الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعاده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعاد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون أنزنتهم بالكتاب لتهسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عرض الله وما هو من عرض الله ويقولون على الله كذب وهم يعلمون ما كان لبشر إن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون وإذا قد الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصنق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقرأتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط وما متي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نهم مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين قال دين فيها لا يخفب عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو ازدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله